هل يوجد اعتراف في الولايات المتحدة بشكل واضح بأن السعي الروسي للعودة إلى المشهدية الدولية في أي مكان هو ربما يمكن أن يكون بداية لسيناريو حرب باردة تستلزم استحضار الأدوات وتعريف الأولويات هل يوجد هكذا تصور؟ بكل تأكيد أنا أعتقد أن الولايات المتحدة منذ تسعينات القرن الماضي ترفض أي صعود لروسيا أو أي إثبات روسي لها كقوة دولية لها مصالح ولها حلفاء ولها من تدعمهم ومن لا تدعمهم وإلى آخره إذن الموقف الأمريكي منذ نيارة الاتحاد السوفيتي في تقديري واضح تماما كان هناك كما ذكرت ضيفتكم من ماسكوا أيام يلتسن كانت رؤية محددة إلى روسيا ومن ثم عندما جاءت قيادة جديدة مثل بوتين وبعده مدفيديب في تقديري أصبح هناك هلع لدى الغرب ولدى الولايات المتحدة أن روسيا تسعى إلى استعادة دورها ونقول استعادة دورها وليس لأخذ أي مكان أو ملء أي فضاء تسيطر عليه الولايات المتحدة هذا واحد ثانيا بالنسبة للحرب الباردة وتعبير الحرب الباردة علينا أن نتذكر أن هذا التعبير جاء ليقول أن الوضع متوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وحلفاء ما نيتو ووارسو بات وهناك سباق تسلع هناك الأمور الكثيرة هذا ما نراه الآن أنا في تقديري أن الأمور اليوم هي بنفس السوء التي كانت عليه حتى في أوج الحرب الباردة أيام زعامت أندروبوت على سبيل المثال وريغا هنا في الولايات المتحدة فإذا نعم الوضع خطير جدا أنا سألت هذا السؤال يوم عامس في الخارجية وأعتقد أن هناك اعتراف وإقرار بأن الأوضاع المتوترة هي ربما في أسوأ وضع لها منذ سنوات طويلة منذ نهاية الحرب الباردة علما أنه في تقديري هو أخطر من الحرب الباردة كون أن ما رأيناه هو سحب السفير أنتونوب على سبيل المثال وأنا وجهت هذا السؤال في الخارجية يوم عامس هل سيسحبون السحب الولايات المتحدة السفير سببا من ماسكو على سبيل المثال وقالوا سنرى حتى الآن ليس لدينا خطط فإن هناك وضع متوتر وبالغ التوتر